ليه بيخاف المسلمين من المثلية الجنسية على المجتمع ومش بيتبص ليها على أنها ممكن تبقى مجرد علاقة زنا هي اختلف الصحابة الكرام هو هذا الفعل الخبيث الذي هو ضد الفطرة أصل الزنا منسال مع الفطرة فيه جاذبية واقعة بين الرجل والمرأة خلقية ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الجاذبية بين الرجل والمرأة من أجل عمارة الأرض إنما ده لزمها إيه ولا حاجة هو نوع من أنواع الفساد الفكري قبل أن يكون نوع من أنواع داعية الطبعة ففيه فرق كبير بينهما ده ملوش لازمة لكن ده ليه دافع ده ملوش دافع ملوش لازمة أنت عملت كده ليه ولا حاجة استهانة نوع من أنواع التعود يكون عتدي عليه وهو صغير فتعود على ذلك يكون يعني فيه انحراف فيه شزوز لكن الزنا ده بالرغم من حرمته وأنه فاحشة وأن فيه حد وحد كبير ليس سهلا ولذلك اتفقت الصحابة على العقوبة لهذا واختلفه هو مثل الزنا واللي أعلى من الزنا واللي أقل من الزنا ده ممكن نفكر فيه وممكن أن احنا نختار اللي احنا يكون أقدر لنا فيه خيادة هذه المسألة ومقاومتها موسيقى